موسيقى مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أكثر من عنوان قبل أيام فقط طالعتنا الصحف العالمية بأخبار مفادها أن أفراد داعش الإرهابي انتقلوا إلى الوديان الصحراوية بعد هزيمته في سيرت الليبية هزيمة كانت بالفعل مدوية لا سيما وأنها تزامنت مع خسائر تكبدها تنظيم الإرهابي في كل من سوريا والعراق هزيمة قضت على أحلام داعش بالتوسع والتمدد وتثبيت أقدامه في المناطق الليبية نحن في أخبار الآن وكبنا تطورات الحرب ضد داعش في ليبيا وصلتنا الضوء على الجرائم التي ارتكبها داعش هناك منذ لحظة تواجده وحتى لحظة اندحاره هذه الحلقة الخاصة من أكثر من عنوان نسأل فيها كيف فشل داعش في ليبيا نعود بالذاكرة إلى لاحظة استيلائه على السلطة مستغلا الفرغ السياسي والأمني ونطلع أكثر على خداعه باستغلال الدين والشريعة ومحاولته ترغيب المواطنين الليبيين سنمر أيضا خلال هذه الحلقة الخاصة على أبشع اللحظات التي وثقناها بالصوت والصورة لارتكابات التنظيم الإرهابي الوحشية كيف سرق ممتلكات المواطنين كيف استخدم الأجانب كموارد بشرية وتركهم لمصيرهم عندما أجبر أفراده على الفرار وعلى الخروج من المناطق الليبية نحو البقع السحراوية وصولا إلى التخبط الأعظم الذي مني به داعش بعد ملاحقته في المناطق السحراوية والتي عرب أفراده نحوها تابعوني في هذه الحلقة الخاصة مشاهدين من أكثر من عنوان أنا خديجة الرحالي أيضا سيكون معي الزميل في غرفة أخبار الآن جمال العريبي المتابع للشأن الليبي وله محطات في هذه الحلقة للوقوف على تطورات مجرى ابقوا معنا مقتل ولدي دعا مصطفى ما عاش قدرنا نتحمل ونحن نقضي في سر معناه الحاجة قسمة كيف كان لها أن تطيق البقاء في البيت هي وأبناؤها بعد مقتيل ابنها مصطفى على يد داعش منتصف العام 2015 وكيف لها أن تتحمل كل هذه الآلام بعد أن ظهر لهم داعش بمظهر الإنسان المسالم المنقذ والمساعد وليكونوا أول من يكتوي بناره وبالعنف الذي لم يعرف له حدود وليروي لنا العم محمد بصوته المثقل الحزين قصصا مرعبة لا مجال للإنسانها استقبوا في الناس لعبوا على وطر لعبوا على عصاب الناس وعصابهم ده يسعبوا الناس ينغروا فيهم يسعبوهم ناس محترمة وناس طيبة وناس يعني عليني ياسب لكنهم عني مفكار تاني جهنمية لكن من بعد التنين هدامة ولدني والسنوسة كعابة وضحت الرأي العرب صرف كلها لأن هداما مش ناس محترمة ونصف خطفة أو قتلة وجميع الرزالات والكفر والنفاق الدرفية هداما حتى الكفر ليهود مدرش الكلام يدر فيه ومدرش فيه ويدر فيه باسم الدين الدين براه منها الدين براه منها ما يدع الكلام يشدوا في الناس وقطفوا رفوروصها يبدأ يرعبوا بفكورة يطلبوا فيهم كرية مرسلة فيه شيخ عمره 75 سنة جابوه ودبحوه قدم الناس الناس كون السرد كنا قطع راسه بالسيف وقطعوا في راسه في الساحة في قلب الأم وذاكرتها مشهد لدخول ابنها الآخر عبد الناصر إلى البيت وهو الذي قضى هو الآخر في إحدى المعارك على داعش يخبرها بأنه قد تم اغتيال شقيقه الأكبر وأنهم سيخرجون من البيت على الفور صفاء خاش ولدي هده اللي استشهد والله إلا فتح الباب جفع الباب هك وخاش علي قال لي احنا نلجمه فيه بوفا قال لي بوفا قتلوه يوم بوفا قتلوه يوم واني ساعتها كنت مريضة كات في كايم مكسور وقعدة وقال لي تاوب نجي تاوب نجيك نجلك نضرب لك الإبرة وبعدين نجلك نضرب لك الصورة على يدك قعدت نستنى فيه مجانيش لين هو خاش علي حيات عبد الناصر هذا وقفع الباب وقال لي راه بوفا قتلوه يوم قعدت نعي دقائق معدودة لم تكن بحجم قصص ومشاهد كانت مليئة بالألم وبمرارة الفقد والفراقة لأخبار الآن محمد عقوب سيرت إذن مشاهدين وكما تبعنا داعش ومع بدايته في سيرت حاول خدع السكان باستخدامه الدين كذريع للقيام بأعماله الإجرامية لكن سرعان ما تضحت الصورة وتيقن سكان سيرت أن مقاتلية تنظيم الإرهابية سعون للسلطة وبعيدين كل البعد عن الدين هذا كان السبب الرئيسي الذي دفع الجميع إلى أن يتحدوا ضد التنظيم وأن يحاربونه من أجل تطهير مدينته من الوباء الذي أصبها لكن في البداية دعونا نذهب مع زميل رونك عادل إلى بداية داعش في ليبيا كيف بدأ وعلى ماذا اعتمد للاستقرار الوقتي هناك وكيف كون فريقه نتابع إذن مشاهدين نقدم إليكم مراحل دخول داعش إلى ليبيا فمستغلا حالة الفوضى السياسية والأمنية التي أعقب الثورة السابع عشر من شهر شباط فبراير من عام 2011 استطاع تنظيم داعش حيازة موطئ قدم له في الأراضي الليبيا جاء أول إعلان عن تواجد تنظيم داعش في ليبيا عبر شريط مصور نشر عبر الإنترنت في الثالث من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2014 أظهر حينها حجدا من مسلحين متشددين تابعين لما يسمى بمجلس شورى شباب الإسلام في مدينة درنة السحلية وهم يبايعون التنظيم وزعيمه أبي بكر البغدادي فأعلن الأخير قبول ليبيا كجزء من ما يسمى بدولة الخلافة وقام بتقسيم البلاد إلى ثلاث ولايات شملت برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب تجنيد داعش للشباب في ليبيا بدأت تنظيم داعش في ليبيا بعد ذلك بتجنيد الشباب وزيادة عدد مقاتليه عن طريق إغرائهم برواتب شهرية كبيرة قاربت الألفي دولار أمريكي كما كشفت الاستخبارات الليبية تجنيد داعش لمقاتلين من دول أفريقية فقيرة مثل تشاد ومالي والصومال مستغلا ظروفهم المادية أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا بعد إغرائهم برواتب سخية للانضمام إلى صفوفه كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قيام داعش بالتقرب من جماعات متشددة في دول أفريقية مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا وغيرها في الصومال لجذب مزيد من المقاتلين إلى ليبيا تنظيم داعش قام أيضا بفتح معسكرات لتجنيد الأطفال ونشر الفكر المتشدد في عقولهم وتدريبهم على القتال وأطلق عليهم اسم أشبال الخلافة وفي ظاهرة غير مسبوقة قام داعش أيضا بتجنيد النساء إلى صفوفه بحسب ما أفاد به عسكريون من القوات التي تقاتل داعش في ليبيا فشل داعش في ليبيا وبالرغم من محاولات داعز زيادة عدد مقاتله إلا أنه فشل فشلا ذريعا في ليبيا وعداده باتت لا تتعدى بضع مئات الأشخاص بعد أن كانت تتجاوز الخمسة ألاف شخص بعد خسائره الفادحة في مدينة سرق ودحره منها بحسب ما أكده قائد القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكم توماس وولد هاوسر وأضف هاوسر أن القوات الأمريكية حصلت على معلومات مهمة من داخل معسكرات تم استهدافها في شهر كانون الثاني يناير الماضي مؤكدا حصول القوات الأمريكية على معلومات أخرى مهمة يمكن البناء عليها في تحديد أي تجمعات جديدة لأفراد التنظيم المتشدد يأتي هذا فيما يؤكد مسؤولون أمنيون ليبيون أن المسلحين المتبقين منهم باتوا يتنقلون بين الأوضية الصحراوية وتلال الوقعة جنوب شرق العاصمة ترابلس بعد التطرق لمراحل دخول داعش في ليبيا أسئلة عديدة تطرح ونحن نفتح معا ملف فاشل داعش في ليبيا وفي سرط بالتحديد كيف استغل التنظيم المتشدد الفراغ الذي كانت تعاني منه ليبيا؟ ببساطة لجأ إلى أسلوب التغريري قبل اللجوء إلى أساليب الترهيب مستفدا من كل ما شهدته الساحة الليبية من تخبط فأوهم الليبيين أنه المنقذ ليكتشفوا بعدها أنه وراء تدمير ليبيا وتدمير الليبيين وتدمير مستقبلهم فهذا الفراغ معروفة في الاستراتيجية استغلت داعش ودخلت لكي تعبئه لماذا اختارت هذه المنطقة في عجالة؟ هي تتوسط ليبيا قريبة من النفط دائما هم يبحثون عن مسألة النفط استغلال الوضع النفسي للناس باعتبارهم جزء منهم كان عند موقف من تورة فبراير اقتربوا من مدينة مصراتة باعتبارها هي النقطة القوة في محسوب على فبراير فدخلت وبدأت في البداية تعلن على أساس أنها ستريد تقيم الشريعة والخلافة وتخدم الناس وأرسلت بعض الرسائل أضحيات عيد دعم للناس كذا في البداية ثم بينت عن وجهها الحقيقي المتوحش وبدأت تتعامل مع الناس بعنف مشانق وهذا يدخن وهذا كذا وهذا ما عندش لحية وإلى آخره وتطورت الأمور إلى أن نصبوا علقوا أناس في الشوارع يعني تنكيل وكذا لا يتنافى مع الإسلام تماما بالرغم من أنهم رفعوا شعاراتهم الخلافة والإسلام والدفاع عن الشريعة كلمات حق يراد بها باطل وتم تجاوزوا حدودهم بدأوا يتزوجون بنات عنوة من السكان ومن غيرهم وبدأوا يفرضون أتوات باسم الزكاة والضرائب على أهل الغنم وأهل كذا والناس يدفعون صاغرين وخائفين وتطورت الأمور حتى وصلت إلى مرحلة أنزعج منها الليبيون جميعا سمعوا بهم وانزعجوا وخافوا من أن تنتشر هذه الظاهرة في مناطق أخرى إذن مشاهدين لم يعد خافيا على أحد أن داعش حاول استغلال نقاط الضعف في الساحة الليبية حاول إهام الرأي العام الليبي أنه قادر على مرء الفراغ الذي شهدته الساحة الليبية مستوليا على السلطة ومكونا لنفسه مكانة لكن سرعان من كشفت خططه الصحفي والكاتب مالك شاردا وهو ابن بن غازي علق على هذا الموضوع تراخي الجسم التشريعي أنذاك هو من جعل من هذه الأجسام تتوسع الناس حقيقة لم يكونوا راضيين بتاتا بمجرد دخول الجيش الليبي إلى بنغازي وإلى درنا وأيضا دخول قوات البنية المرصوص إلى سرط جعلت من هذه الأجسام تنكمش وتنحصر في أماكن عدة وذلك يعكس لنا بأن الشارع الليبي بصفة عامة على اختلاف المدن يرفض هذه الأجسام ويتقزز منها حقيقة الدين والشريعة كانت من أهم ركائز التي اعتمد عليها تنظيم داعش الدخول إلى ليبيا وبسط نفوذه المؤقتة هناك الشريعة بمفهومه الخاطئ لها وباستقلاله لها من زاوية نظر خاصة جدا أثبتت أن التنظيم المتشدد استعمل الدين كذريعة لاحتلال ليبيا لكنه لم ينجح في ذلك في سرط يعد الأهالي أكثر من شهدوا على محاولات داعش لإستغلال الدين ومحاولة هذا التنظيم الإرهابي تثبيت أقدامه من باب الشريعة لكن سرعان ما تبين لهم أن داعش وشعار الإسلام الذي رفعه لم يكن إلا غطاءا انتهك من خلاله مبادئ الإسلام لم يبدي ذلك الوجه القبيح له بل على العكس قام بمحاولة تجميل وتلميع صورته أمام الأهالي والسكان حيث وقام باستقطاب الأهالي ومحاولة مساعداتهم والقيام ببعض الأعمال الخيرية التي يدعي أنها جانب من مشروعه الذي يهدف إلى القيام به داخل مدينة ثلث بشكل خاص وفي ليبيا بشكل عام طبعا تعقام المحاضرات الدينية ويقوم بتوزيع المساعدات على المحتاجين داخل المدينة بالإضافة إلى محاولة استقطاب الأطفال عبر زيارتهم في المدارس تقديم الهدايا لهم تقديم الألعاب محاولة عمل بعض المهرجانات للأطفال لمحاولة استقطابهم وتجميل وتلميع صورة هذا التنظيم استمر هذا الحال نتيجة الفراغ الأمني لموجود في المدينة سرط عقب سقوط النظام السابق إلى العام 2014 حيث أعلن عن نفسه هذه المجموعات أنها تحت تنظيم أنصار الشريعة طبعا في العام 2014 وصلت مدينة تدهور الوضع الأمني بشكل كبير داخل مدينة سرط حيث وصلت الاغتيالات إلى ذروتها استهدفت كل من الناشطين والحقوقيين كذلك من يعملون بالأجهزة الأمنية داخل مدينة سرط طبعا وصلت ذروة الاغتيالات وصلت عدد الاغتيالات بشكل كبير داخل مدينة سرط طبعا إلى أن وصلنا إلى العام 2015 في العام 2015 تحديدا في شهر فبراير لا أذكر اليوم بالتحديد أعلن هذا التنظيم عن نفسه عنوة حيث أعلن احتل الإداعة والمستشفى والمقارات الرئيسية داخل مدينة سرط وبدت الخطب لأبو بكر البغدادي وطالب الأهالي والسكان بضرورة مبايعة الخليفة البغدادي عبر مكبرات الصور وعبر الإذاعة المحلية طبعا كانت تمثل الصدمة الكبيرة لأهالي وسكان مدينة سرط عبر ما شاهدوا في ذلك اليوم المشؤوم وكذلك انتشار كبير بهذه العناصر الإرهابية داخل مدينة سرط التي كانت متخفية ولا تظهر للعيان بشكل كبير شاهدات حية كثيرة من ليبيا وبالتحديد من قلب سرط التي كانت مركز التنظيم المتشدد كانت تنفي عن داعش معرفته بالدين الإسلامي تؤكد أن الإسلام براء من أفعال داعش الشنيعة والبعيدة كل البعد عن الشريعة والإسلام داعش لا يفرق بين مسلم أو مسيحي فهو يستغل الناس تحت اسم الدين والقرآن صدقوني أنا كنت هناك ورأيت كل شيء ورأيت كيف يقوم أفراده باستغلال النساء وتمريرهن من رجل تل والآخر إنهم يستغلون جهلا بالإسلام ويقولون إن هذا هو الإسلام لا أعتقد أن هناك دين يقبل بإجبار النساء على الزواج والاستلاء على أموال وممتلكات الآخرين كما يفعل أفراد هذا التنظيم مستمرون معكم مشاهدين مع هذه الحلقة الخاصة من أكثر من عنوان فاصل قصير ونعود بعده ابقوا معنا أهلا بكم من جديد بالإضافة إلى بعده عن الدين الإسلامي كانت تصرفات داعش بعيدة كل البعد عن الإنسانية عامة فأفعاله كانت كلها انتهاكات تخرج عن الأعراف السماوية والقانونية والدولية عامة لتحقيق كل هذه الاختراقات ساهي داعش إلى تكوين ميليشيات من خارج البلاد لا يجمع بينهم إلا حبهم للإجرام والخرب سرقوا ممتلكات الليبيين وفي غالب الأحيان تحتمفوا من خاطئ للدين فرضوا الدرائب والأتوات هذا بعض مما كان يفعله المقاتلون الأجانب لدى داعش سلبوا إذن خيارات الليبيين ليتمتعوا هم بها نتابع هنا سيطرة على البلاد ومقانق الناس لا موفرة لهم ضيلة ومية لا توجد مقاومات الحياة ناس تبق القيامة في الدنيا اللي يخطى تعلق في حديدة تقتلها اللي يسرق اللي يقولها أبسط كلمة اللي ما يعطيه حمش يمسكوه يعلقوه في حديدة والله يرموه في مكان مرتفع يرموه على الأرض يعني مسيطرين عن الناس واللي عندها ملاك يستولوا عليها ويخضاه النساء في نفس الوقت يبرموا على المساكن يلفوا عليهم اللي يلقوها بالأخمار يجازوك في مبلغ مالي سبعمية ثمانمية تمويل ما فيش هم مش عارفوا يجبوننا فيه تمويل غالي على عشر افنية ما فيش تمويل السيولة ما فيه مصر فمسكر هم يخطوا في الفلوس يلقوكم دار حاجة يجيوا ضريبة فلوس مية خمسمية وين ما فيش حاجة اللي ما ورزق الزكية السعي هدا تعال انت غرب 40 نعجة على عشر شواهي شن خليت ليس اذا مقاتلون اجانب في صفوف داعش امرونا ناهون وفق تعليمات قادتهم ومزاجهم ليس لهم ولا لليبيا ولا لسرط ولا لأهلها لا يدخلون منطقة الا والفساد شعارهم كيف لا وغايتهم الاولى هي نهب المواطنين الليبيين وتقديمهم هبة للغرباء وهو ما يؤكد ان التنظيم الارهابي لم يجاند المقاتلين الاجانب للدفاع عن الاسلام وانما لقتل سكان السيرت وليبيا بصفة عامة ونهب خيراتهم انقاض منازل متهالكة دمرت وحطام لابنية كانت قبل عامين تنبض بالحياة قبل ان تجتاحها عواصف الموت والارهاب التي جاءت مع سيطرة داعش على هذه المدينة التي فقد معظم سكانها كل املاكهم وصادر ارزاقهم قبل ان يصادر منهم مظاهر الحياة مثل عبدالقادر كثيرون كان داعش لا ينفك عن اخذ الجزية منه كلما جاء الى دكانه الذي قام بافتتاحه قبل يومين من رجوع سكان هذا الحي الى بيوتهم رسمي طاعة ما كشرش عن النيابة في اللوي فيش حاجة كي باسم الدين مهنكش الدين هذا ما قارش بيبق وجيك يقول لك قال الله وقال الرسول ما نقشبه ويقتصبه في الناس ويخطي الموال هذين ويجيوا جزية ما جزية ويدي لك سيديوان محاسبة اشاعة الفوضى وانهاء الخدمات الاساسية هو بلا شك ما كان يسعى اليه داعش وكيف لا وهو الذي استقطب المئات من الاجانب في صفوفه حيث لا وجود للولاء او لأي انتماء لهم لهذه المدينة التي حاولوا يائسين ان تهزم فيها الحياة ولكنها انتصرت في النهاية لأخبار الآن محمد عقوب سيرت عاد عن استغرارهم النساء في ممارساتهم البشعة عمد داعش الى استخدام النساء كدروع بشرية عندما شعر افراده ان نهايتهم انت ولسيما في سيرت تنكروا بازياء النساء محاولين الاندماج بالناس للمرور من خلال القوات الامنية كل ذلك من دون اي حساب لعائلتهم الذين تركوهم لمصيرهم في المناطق التي احتلوها هناك فيديوهات في سيرت وفي بنغازي عندما يتم طلب من المنبعوث الامم لتوفير ممرات امنة للمدنيين وهم اسر الارهابيين عندما يتم الخروج من مسافة بعيدة طلبة بالكثير من النساء بالكشف عن وجوهن كانت هناك نساء تكشف عن وجوهن وكانت هناك نساء يعني تعطي الطرف المستقبل بذورين والخروج وقد تم ايضا حتى القبض على العديد من العناصر الذين حاولوا الدخول ما بين المدنيين والهروب وكانوا يرتدون ملبس النساء يعني عندما كانوا يهددون ويتوعدون ويتحدثون عن دين الله الذي لعن المتشبهين بالنساء تشبهوا بالنساء وأظهروا جبنهم وجه آخر إذن لاستغلال داعش للنساء بعد أبشع الانتهاكات ضد المرأة ها هو اليوم يحتمي فيزي النساء في دلالة عميقة على ضعف تنظيم وجبنه بتخفي فيزي النساء أثناء فرار أفرادهم من سيرت متملصين من مسؤوليتهم إن صح التعبير تجاه أسرهم هذا بدوره دليل على أن تنظيم انتهازي إلى أبعاد الحدود وأناني إلى أبعاد الحدود ولا إنساني إلى أبعاد الحدود أيضا في آخر معاقل داعش في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه عدم مقاوم وفيش مقاومونهم ويحلقون في لحياهم ويفرونهم ويرتدون ملابس النساء للخروج حاولوا أنهم يخرجوا بملابس النساء ووجدنا الكثير من الأطفال يعني بروحهم في اللي عمره سنة وفي اللي قصدية قاعد صغير يسيبوا فيهم ويهربوا ويفروا بملابس مش رجال النسائية بش يطلعوا يطلعوا فيه العائلات يطلعوا فيهم ما عاش فيهم يقاوموا منهم وكما ما فيش يحقوا في الشعر ويحاولوا أنهم يطلعوا من الخناق اللي يضايق عليهم طبعا في آخر معاقل داعش في مدينة سرط هذه الجيزة منطقة الجيزة في سرط وجدنا بقايا داعش يهربون وفي المكانات اللي تم تحريرها من دواعش نقو فيها أثار الشعر المتاح ويلاح يحقوا فيها مش يقعوا مع المدنيين ولينا هم بعض يتخبى بملابس نساء جربيب وكاستار للهروب إذن هذا التخفي وراء النساء بلباس زي المرأة دليل كاف على أن التنظيم لم يعد قادرا على المواجهة أو السمود أكثر ملاحظة أخرى أن اللحظناها أن التنظيم أفراد التنظيم بعد دحر في مدينة السلط في هذه الأماكن كلها تنقلهم بملابس مدنية وبسيارات مدنية يحاولوا الاختلاك بالمدنيين لعرقلة طبعا هذا ما سبب لنا نحن كسلاح شوية مشكلة كبيرة وهناك ملاحظة أخرى أن جل أفراد التنظيم غير ليبيين وخاصة الفارقة بالإضافة إلى الجنسيات أخرى داعش إذن في هذه المرحلة في نهايته لما يبقى له سوى الفرار مهما كانت الطريقة ومهما كانت النتائج المهم هو أن يهرب ويهرب غير مبال بما يترك أو بمن يترك خلفه وجود عائلات الدواعش أمامنا والدواعش تم يهربون إلى الداخل يتركون عائلاتهم وليهذا تضح لنا أن الدواعش أنهم متهزمون وأنهم بالنسبة لي أنهم انكسروا شوكتهم سيبوا في عائلاتهم واطفالهم يهربوا حتى عائلات الدواعش هربوا سيبهم في أطفال صغار نسوان هم هربيرة هم عندهم معقل من السرديب واللي حفروا اللي يعقلوا فينا حتى أسلحة ما عندهم موجد زي قبر مشاهدين أردنا أن نلقي الدواع أيضا على رأي متابعي أخباري الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي سألنا متابعينا عبر تويتر عن فشل داعش في ليبيا كيف فشل وأيضا عن الأسباب التي أدت إلى سقوط هذا التنظيم الإرهابي وجدنا تفاعلا كبيرا عبر هاشتاغ فشل داعش في ليبيا على أساسه طرحنا تصويتا عن أهم الأسباب من خلال التصويت 42% وجدوا أن سبب فشل داعش في ليبيا هو بسبب ممارساته الوحشية بينما رأى 25% من المشاركين في هذا التصويت عبر تويتر أن السبب هو فضح استغلاله شعارات الدين وأيضا 27% وجدوا بأن داعش فشل في تكوين حاضية شعبية له في ليبيا ومنهم من رأى أن كل هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء فشل داعش في ليبيا وجه جديد لفشل داعش في ليبيا وفي سيرت بالتحديد التنظيم المتشدد دخل ليبيا في البداية متخفيا في عبائة الدين غير أن التنظيم لم يعود قادرا على التخفي أكثر خاصة وأن الليبيين رفعوا ستار داعش المتخفي أدركوا أن استخدام التنظيم المتشدد للخطاب الديني للإيقاع بدحياه حيلا لم تعد تنطل عليهم خاصة بعدما ذاقوا الويلات منها المجيئته ومن عدم إنسانيته أيضا حتى ظهرت لديهم عيادة مجانية كانوا يستقطبون الناس بهذه الأشياء يستقطبون كانوا يخلقون قاعدة للسيطرة والتمكن وكانوا يدخلون أسلحتهم الأسلحة المعروفة ماديا كالصواريخ وما إلى ذلك والأليات العسكرية يدخلونها في أماكن محددة داخل بنغازي وكانوا يدخلون أسلحتهم الأخرى وهي الأسلحة الإعلامية في تهيئة الرأي العام لما هو قادم الرفض تم بعد استشعار الناس بشكل وبآخر خصوصا المثقفين والصحفيين والإعلاميين انتبهوا لمسألة خطيرة جدا وهي مسألة التوظيف الدين والتغلغ داخل المنظومة الاجتماعية في ليبيا وتحديدا بنغازي كان هناك عمل كبير جدا على بنغازي لأنها تمثل بؤرث التحرك الدائم نحو التغيير ليبيا فيها الإسلام بالفترة تعودنا عليه وعشنا في طفولتنا وكذا داعش تنظيم قاتل وذبح وكذا لا يمثل الإسلام شيء إذن هم جماعة الرهابية خسروا معركهم لأن في أرض جهاد خسروا معركهم لأن كانت القوة لهم أقوى منهم وبينوا للعالم يعني تكفي أن بنغازي يخلوهم داعش يرفع عالم الراية البيضاء للإستسلام طبعا داعش لأنه في ليبيا في بنغازي بالذات يعني ما لقاش أرض أصلا خصبة لا لأنه توحد جميع القبائل وجميع المواطنين وجميع ضد هذا المشروع لأن المشروع هذا يعانت مننا بنغازي الكثير يعني اغتيالات وقتل من عام 2012 وعانوا مننا الكثير وعانوا مننا الولايات روح داعش لم ينجح لأن بنغازي وليبيا ليست حاضنة لهذا المشروع المجتمع الليبي ومجتمع مغازي في شكل خاص متألف ومتجانس ربما كان سببا آخر بأن يزيد من وحدة هذا الشعب عن تنظيم كيف تنظيم داعش بدأ في مدينة بنغازي باسم أنصار الشريعة حاولوا تضليل الناس بأنهم هم يقدموا في معاونات في الأعياد في غيرها من ملابس من أضاحي من العائلات الفقيرة وكذا لكن للأسف الموضوع هذا لم ينطوي على أهل مدينة بنغازي أو البنغازيون بالتحديد فحسوا بخطورة الموقف خطورة الجماعة كان فيه جمعة مهمة جدا تكاثب فيها أهل بنغازي من جميع الشرائح من جميع المستويات التعليمية وغيرها فاستطاعوا أنهم يخرجوا ويقولوا كلمة لا في واجه هذا التنظيم حسبك منقول يعني ديما الشعب الليبي شعب أصلا واعي بالفطرة أو مسلم بالفطرة فمش محتاج حد يزيد علي ويجي يقول دينا كيف يصرف فيه أو كيف هذه الحرام وهذه حلل من أمو عينا وإحنا هل نيور فينا الحرام والحلل فأعتقد أنه هو سبب أنه ما ينجح في ليبيا لأن نحن مسلمين بالفطرة الأمثلة عديدة على فشل داعش في ليبيا ولكن إن أردنا جمعها قد يلزمنا لذلك حلقات طويلة الوحشية التي استخدمها داعش في تنفيذ أحكامه وبسط نفوذه لم تعرف لا جنس ولا جنسية ولم تعترف بأي بند من بنود الإنسانية في التعامل مع الناس في لقاء حصري لأخبار الآن تروي سلام الإيريترية قصتها مع داعش أثناء القبض عليها رفقة مجموعة من النساء والأطفال أثناء خروجهم من السودان ومرورهم عبر الصحراء في رحلة الهجرة نحو أوروبا انقلب الحلم إلى كابوس عندما وقعوا بقبضة داعش خرجنا من بلدنا إيريترية طمعا في الهجرة إلى أوروبا وعند خروجنا من السودان إلى ليبيا عبر الطريق الصحراوي تفاجأنا بمجموعة مسلحة اعترضت طريقنا وأخذونا إلى سرط وعند وصولنا وضعونا نحن النساء بالسجن والرجال بالسجن آخر بحجة أننا مسيحيون هناك بدأت معاناتنا نحن النساء داخل السجن حيث عدمت أدنى مظاهر الحياة وكنا في غرف صغيرة ولا وجود للهواء أو للكهرباء داخلها بالإضافة إلى أني كنت أنا وإمرأة أخرى حامل ولم نستطع تحمل ظروف السجن والأكل وكل شيء كان سيء أنتم ما سكوتوا بس قال لنا سلام كانت حاملا في شهرها السادس ولم يشفع لها هذا عند داعش بل مارسوا عليها أشد أنواع التعذيب اللفظي والجسدي وتروي لأخبار الآن الجرائم التي كانت شاهدة عليها في فترة سجنها وأيضا عند محاولتها الهرب في العديد من المرات أنا كنت برفقة زوجي قبل أن يعتقلنا داعش مع وصولنا إلى سرط كنت أعاني وأنا في شهر السادس وطلبت من أحد أفراد داعش معرفة مكان زوجي فهددني بالذبح إن لم أتوقف عن السؤال عليه وبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز حاولت الهروب لكنني فشلت ودخلت السجن مرة أخرى وطلبوا منا الدخول إلى الإسلام ودخلت بعد ذلك للإسلام لأنني كنت أفضل أن لا أبقى في السجن إلا أنه تم إخبارنا أننا نحن سبايا ونحن جدد في الدين لذلك حكمنا هو حكم السبايا مثل ما يعتقدون ومارسوا علينا أبشع أنواع التعذيب اللفظي والجسدي وقام أفراد مجندون من داعش بأخذ كل امرأة واعتبارها زوجات له وحرمون من الخروج من البيت زي حجت زي حجت قالنا كلنا فيه واحد عنده معي عنده بمبينه أخوناك كمان حميد معي وتروي سلام لأخبار الآن أيام داعش الأخيرة في سر خاصة مع اقتراب القوات الليبية التي كانت تقاتل داعش في منطقة الجزة البحرية حيث كانوا يسمعون أصوات السلاح بشكل واضح وكان أفراد داعش يستخدمونهم كدروع بشرية واحتجازهم داخل مناطق الاشتباكات كانوا يمنعون النساء والأطفال من الخروج حتى أنهم قاموا بإغلاق الأبواب علينا واحتجزون داخل غرف صغيرة وكنا نسمع صوت إطلاق النار بالاتجاه الآخر وكنا نحاول الخروج ومعنا مجموعة أطفال واحدة وعشرون امرأة عندما اقتربت القوات التي تقاتل داعش من البيت الذين تواجدوا به أخرجونا عبر الممرات الآمنة التي وفروها لنا الدكتور كاسيموف مارتي من الهند والذي يعمل كطبيب جراحة منذ 18 عاما في مدينة سيرت الليبية يتحدث لأخبار الآن عن المشاهد المرعبة في العامين الآخرين الذين قضاهما بين براثن الإرهاب والعنف وهو بين رحمة داعش وانعدام الحياة في مدينة سيرت عندما سيطر عليها داعش بداية 2015 أتيت إلى ليبيا في سنة 1999 وأعملت هنا في سيرت لمدة 18 عاما وتم إلقاء القبض علي من قبل تنظيم داعش سنة 2015 وضعوني في السجن مدة 11 شهرا حيث قاموا بتعذيبي وضربي وبعد ذلك قاموا بإجباري على العمل في مستشفيات التنظيم نظرا لنقص العاملين في هذه المستشفيات ولكني رفضت لأني رجل كبير في السن وأعاني من مشاكل صحية خرج الطبيب الهندي مارتي من سجن داعش بحكم من المحكمة الشرعية التابعة له منتصف شهر يونيو 2016 وقد وفق الطبيب مرغما على العمل بمستشفى داعش في الفترة الليلية وفي هذه الفترة اقتربت فيها القوات التي تقاتل داعش من الأحياء السكنية القريبة من وسط السيرت ومن المصحة التي كان يتواجد بها الطبيب في سنة 2016 وفي شهر رمضان تحديدا قام أفراد التنظيم بنقلي من السجن إلى مستشفى خاص في السيرت للعمل في الفترة الليلية وبعد انتهاء شهر رمضان تم نقلي إلى رقم ثلاثة في السيرت لمدة خمسة عشر يوما ثم إلى رقم واحد وعملت لمدة عشرة أيام وبعد هجوم الطائرات الحربية قاموا بنقلي إلى مستشفى آخر أطلق مقاتل داعش النار على الطبيب بعدما رفض إجراء عملية جراحية لأحد أفراده المصابين هنا أيقن الطبيب أن هؤلاء لا يؤمنوا شرهم لذلك قرر الهروب من قبضة داعش لقد أخبرني أصدقائي الذين يعملون معي في المستشفى أن هؤلاء المصابين ليسوا مدنيين ولكنهم مقاتلي داعش المصابين أدركت حينها أن داعش أجبرني على العمل في المستشفى لمعالجة مقاتله في ورف العمليات عندما رفضت العمل في الأقسام الجراحية غضبوا مني وأطلقوا النار علي في شهر أكتوبر وبعد ذلك استطعت الهروب برفقة التراك بعيدا عن أعين التنظيم مستمرون معكم إذا المشاهدين مع هذه الحلقة الخاصة من أكثر من عنوان خاص القصير ونعود بعده ابقوا معنا بعدما تم ترضه من كل المنطقة التي ادعى سيطرته عليها يعيش داعش في ليبيا تخبطا كبيرا إذ لم يعد لديه سوى المعسكرات في الأراضي القاحلة وهي أيضا مستهدفة وتدمر فبعدما خسر داعش حصنه المتين في سيرت وتلقيه ضربات موجعة من طرف القوات المقاتلة هرب بعض أفراضه إلى الويديان والسحاري الواقعة في الجهة الجنوبية وتعرف هذه المنطقة بوعولة تضاريسها والويديان المنتشرة فيها ما يجعلها مهيئة للاختباء لأفراد داعش الهاربين ومحاولة إعادة تنظيم سفوفهم وهنا كان الدور الكبير لعملية الاستطلاع الجوي التي كشفت تحركات غير عادية لبعض الأفراد وتبين بعدها أنها معسكرات تدريبية لداعش الاستطلاع الموجود عندنا يعني يظهر المناطق المتواجدين فيها الدواعش طبعا ورصدهم والتحري عنهم عن طريق الاستطلاع الجوي وعن طريق الاستخبارات الأرضية والمخابرات الأرضية يعني كلهم يصبوا في غرفة عمليات واحدة وإن شاء الله مستمرين في مكافحة الترهاب إلى أن نقوم بالقضاء على إنهائي طائرة الشبح بيتو هي من نفذت الضربات الجوية في يناير الماضي على المخيمات التدريبية لداعش جنوبي مدينة السرد لم ينجم عنها فقط مقتل أكثر من ثمانين مقاتلا بل قادت إلى الحصول على بيانات مهمة ووثائق ومعلومات من الأسرة الذين تم استجوابهم بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدامها في ملاحقة المزيد من المقاتلين واستهدافهم تابع فيهم في هراوة وفي النوفلية وصدناهم حتى لما هجموا عليه حقل السدرة غادي وبصراحة السلاح الجوي هو لي كان لأن الصد المنيع يعني ضد الضوعش لما كان بيخشوا لحقل السدرة غادي ومن تمنا السلاح الجوي باستمرار يتابع في تنظيم الدولة في المنطقة كلها من حقل السدرة إلى عند بوغرين وباستمرار ضربات جوية باستمرار لهم كل ما وجدهم أفادت تحقيقات الأولية أن داعش في ليبيا على تواصل مباشر مع المجموعة الرئيسة في سوريا وقدموا معلومات عن استخدامهم الأنفاق للتنقل في البلاد بالإضافة إلى أن أغلبية جميع المقاتلين من الأجانب الجيش كان يراقب المخيمات منذ سقوط السرط ورصد تحركات المقاتلين إلى جنوب ليبيا دون أن يطيلوا البقاء في مكان واحد وجاءت الضربة المدمر للتنظيم ومن شأنها أيضا إرسال رسالة إلى من بقي من داعش في ليبيا مثادها أنهم مراقبون وملحقون نهايته قريبة في كل المناطق التي احتلها في المنطقة أقرب مما تخيل ممارسته الوحشية واللا إنسانية إضافة إلى فهمه الخاطئ والمغلوط للدين عناصر عجلت نهايته في ليبيا وفي السرط دربات على الأرض مدعومة بأخرى جوية منسقة قالت لداعش إنك انتهيت ولا مكان لك في ليبيا طبعا تنظيم بخسارة سرط يعتبر انتهي ولا مجال للتنظيم في ليبيا هذه الحقيقة اللي يجب يعرفها الجميع ولكن التنظيم هو شغلة مهو شغلة اعتباطية والنظام شغل النظام هي صابات ونظام عمليات نوعية ونظام كده الغالب الآن حتى الفنول الهاربة حاول تجمع انفسها حاول تلتدي مدن أكتر أو كده هي مش هتحقق شيء ولكن الغاية للغرب إرباق فقط إذن يعيش داعش أيامه الأخيرة وهو اليوم يحتضر الدربات الموجعة أنهكت التنظيم بات نهوضه من جديد في ليبيا أمرا غير وارد نهائيا الآن نحن في نهاية المعركة ومتبقى من الارهابيين عبارة عن جيوب ومتهية تماما سواء في آخر بورة في العمارات 13 في غرب بنغازي أو في الصابري وسوق الحوت الناب وارم انتهى جدا حددنا حتى للعدد الأفراد حددنا إمكانيات تم قتالية متواجدة لديهم هم الآن يعانون كثيرا من الحصار الخانق نظر عن نقص المواد الغذائية والتومين وغيرها من الأمور الإنسانية نحن ما يؤثر فينا ويوجبرنا على إبطاء عملية التحرير هي وجود عائلات ومازال لديهم حوالي 30 عائلة وتقريبا في هذا العدد أو مع مجموعة من الأسرة في العمارات 13 لنريد القصف هذه العائلات وبالتالي نحن الآن قمنا بالحصار ووقفنا العمليات بشكل جزئي نستعد في أي تحرك أي عليات ولكن بشكل كامل ووقفنا العمليات في منطقة درنا اليوم كان في قصفات والآن كان في قصفات في منطقة ظهر الحمر القتلى حسب المؤشرات والتقرير الأولي ثلاث قتلى من كتيبة بوسليم للإرهابية التابعة تنظيم القاعدة بعد ذلك هم استغلوا عملية القصف ودخلوا إلى المساجد واصبعوا ويستغلوا في المساجد للدعوة إلى الجهاد أو دعوة الأهالي لتصدي القوات المسلحة في تلك المنطقة بقية الأراضي الليبية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية إلا الشريط يبدأ من مدينة السرط حتى مدينة طلاب لصدر الشريط لازال خارج سيطرة القوات المسلحة أما البقية أما متتواجد لنا فيها سرايا وكتايب أو الولاء مضمون ليس للقوات المسلحة بل للدول الليبية بعد كل ما سبقنا تسأل هل سيستطيع داعش العودة من جديد بعد خسائره الكبيرة إليكم تحليلنا بعد الهزائم المتتالية التي مني بها داعش في سرط بدأ مقاتله الانسحاب إلى المناطق الداخلية القوات الليبية والدولية استمرت ملاحقة فلول مجموعات داعش وفي الثامن عشر من يناير كانون الثاني دمر اثنان من أكبر معسكرات داعش الصحراوية بغارة جوية الذين يقعان على بعد خمسة وأربعين كيلو مترا جنوب سرط هذه المعسكرات عادة ما تضم مقاتلين أجانب يدربون فيها تدمير هذه المعسكرات لا يقضي على مقاتلي داعش فحسب لكنه يضعف قدرته على تدريب مقاتلين جدد مثل هذه المعسكرات تشكل خطرا على أمن المواطنين الليبيين وحياتهم لأنه بعد إخفاقه في إنجاز تقدم في ليبيا بدأ داعش سهداف الازدهار المتوقع للليبيين بشكل مباشر حتى بالنسبة لأنصاره والمتعاطفين معه بات من الواضح أن داعش لم يجلب سوى الموت والدمار لهذا البلد ليكون قادرا على إلحاق مزيدا من الضرر في ليبيا يجب على داعش أن يكون قادرا على التواغل في القرى والمدن الليبية بعد رؤية هزائمه وخسائره في سيرت فإن الليبيين سوف يكونون أكثر يقضى من قبل من حيث عدم السماح لمقاتلي داعش بأن يدخلوا مجتمعاتهم المحلية وإعادة المحاولة من جديد التنظيم المتشدد بعد البروباغاندا الكبيرة التي انطلق منها في عدة بلدان منها ليبيا وبعد دخوله متخفيا بعباءة مصبوغة بمفهوم خاطئ للدين واستخدامه كوسيرة للسعطاء في شباب المنطقة فوحشيته وممارسته اللا إنسانية سارعت إذن في كشف الوجه الحقيقي للتنظيم المتشدد وبالتالي فشله أينما حل بهذا نصل إلى ختماتي الحلقة الخاصة من أكثر من عنوان شكرا للمتابعة